مرحبا شباب اليوم راح اشوفكم شون تفحصون الدهن مع السيارة طبعا او شي سيارة لازم تكون مشتغلة فترة وتصعد الحرارة مالتها للمعدل الطبيعي بعدين تطفيها من الطفيها تجي هنا تسحب هاي الخطرة او الدب ستيك بالانجليزي اول مرة تسحبها ما تباوع عليها مو مهم رأسا تمسحها زين لان الدهن راح يكون صاعد عليها وما ينطيق قراءة صحيحة ترجحها ثاني مرة تنتظر خمس دواني بعدين تسحب القطرة على كيف حتى لا يوقع الدهن منها وتيجي هنا بتقرأ شوف اذا الدهن اذا الدهن بين هاي الخطين شوف هذا الخط بين هذا الخط الفوق وهذا الخط الجوه اول شي انت شوف الدهن يا لون اذا لونه اسود حيل معناها بادي ينحرق ويراد لتبديل عموما كل 3000 الى 5000 كيلو متر لازم تبدل الدهن حسب نوع الدهن بعدين شوف الدهن وين عندنا عندنا هنا قليل هذا مثلا المحرك ما سيارة ياخذ خمس لترات دهن مو معناها اذا واصل للنهاية معناها بها لتر واحد لا هاي القطرة هذا الشيش هاي القطرة بالسيارات تقيس اخر لتر من فوق اخر لتر من فوق يعني فرضا اذا السيارة شيل خمسة لتر فقط من الدهن هذا يقيس اخر لتر اذا بيها اربع لترات فقط او اقل من اربع لترات راح تلقى هذا فارغ راح تلقاه فارغ وبها الصورة ما بيدهن بس هذا مو معنى ان السيارة فارغة ما بيدهن معناها يجوز بيها ثلاثة بيها ثنيا ما تعرف هاي القطرة من اللو او المنموم للأف او الفل قيس اخر لتر من فوق موجود بالسيارة فاذا هذي موجود للنص الدهن هنا معناها السيارة بيها اربع لترات ونص اذا هذا ثلاثة اربع معناها سيارة بيها اربع لترات وثلاثة اربع هذا ده نحتي مثال اذا السيارة شيل خمسة لتر اذا فرضا السيارة شيل ستة لتر ايضا هذا يقيس اخر لتر معناها السيارة بيها خمس لترات وشقد من هاي نص فخمس لترات ونص او ربع من هاي القطرة خمس لترات وربع وهكذا. هسا نحشوفكم هاي السيارة مالتي تاخذ خمس لترات دهن. نحشوفكم اش قد بيها دهن بالضبط. نخليها القطرة خمس ثواني. نرجع نسحلها على كيف. ونشوف. هذا الدهن موجود من فوق. هذا ما لك علاقة به. هذا مرات يتجلب بالقطرة من تسحبها. المهم الدهن وين متركز. ده شوفون الدهن متركز قليل. يعني تقريبا ربع المسافة بين ال ال وبين ال اف. معناها سيارتي حاليا من اللتر الاخير. ممكننا تاخذ خمس لترات هي. من اللتر الاخير بيها ربع. معناها السيارة بيها اربع لترات وربع. فنضيف لها تلتة ارباع اللتر حتى يوصل للفول. لا تنسون. ملاحظة مهمة وعدتها مهواية. مسافة بين ال ال والاف بين اقل شيء. الخط الجوة والخط الفوق هي اخر لتر من فوق. مو كل حمولة المحرك. يعني اذا تلقى منقص لهنا. مو تروح تخلي اربع لترات او خمس لترات لانتدمر المحرك. خلي اخر لتر. شوف ايش قد اذا هذي نص خلي نص لتر. وهكذا. شكرا الكم.